بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم فنحكي عن وحدات التخزين هي من المحاضرات الكثير مهمة ممكن تكون المحاضرة شوي طويلة لكن رح أشرح فيها كل أنواع الـ SSD وش هو كمان الـ Hard Disk فإذا أنت حاب تشتري SSD أو Hard Disk رح أشرح لك كل الأنواع ونختار مع بعض أفضل نوع تشتري في البداية وحدات التخزين شرحناها سابقا وهي عبارة عن أماكن نحن نخزن بداخل هذه البيانات عشان نسترجعها في أي وقت بالنية أو نعرضها عندنا في أي وقت بالنية لن أوصل للمعلومة المخزنها في أي وقت أنا بديه ممكن نعطي مثال على فكرة تخزين المعلومات مثل الأحوال المدنية فاليوم عن طريق رقمك القومي نقدر نوصل لجميع معلوماتك سواء كانت على عائلية أو الدراسية فأقدر أوصل لجميع المعلومات إنه مخزنة فقط عن طريق رقمك القومي ونفهم الفكرة كيف إنه صارت نقدر إحنا نخزن معلوماتنا على أقراص صلبة ممكن أنا أسترجع المعلومات عن طريقه حابب تتعلم البرمجة أو الجرافيك ديزاين وحتى لو ما كان عندك خبرة سابقة أكاديمية المبين وفرت لك ثلاث برامج تدريبية في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين تبدأ معك من السفر لحدة هيئة لسوق العمل على مدار أكثر من سبع أشهر لدورات تفاعلية في التخصصات التالية جاذا لبرمجة التطبيقات فلتر لبرمجة تطبيقات الموبايل والجرافيك ديزاين وفي حال انضمامك معي في إحدى البرامج التدريبية المتعلقة في البرمجة مثل جابا وفلتر رح تحصل على خصم 60% وباقي المسارات 50% رابط التسجيل في صندوق الوصف أول إشي رح نحكي عن الهارد ديسك درايف والهو اختصارا إلى HDD الهارد ديسك هو عبارة عن قطعة يحتوي بداخلها على شريط مغنط شايفين هذا الصحن هنا؟ هو عبارة عن مغناطيس وفي عندنا هون الذراع هاي الذراع ممكن تشبهها زي الإبرة هي اللي بتقرأ وبتكتب على هذا مغناطيس ما بدي أصعب الأمور لكن لكي بنخزن المعلومات على شكل شحنات موجبة أو شحنات سالبة واللي هي الزيروان وممكن نعمل تنخيص سريع قبل بلش نحكي عن ميزات والعيو الهارد ديسك هو عبارة عن صحم ومغنط وفي إلها الذراع هاي الذراع بستطيع تخزين المعلومات أو قراءتها يعني بكتب معلومة بخزنها أو بقرها عن طريق هذا الذراع اللي فيها إبرهم تكون هي شو بتعمل؟ بكون في عندنا هون إشارة موجب وإشارة إيش؟ سال اللي هي الزيروان هو الباينري وراح نحكي عنه إن شاء الله في المستقبل ما بيهمني كيف بتخزين المعلومات أنا بيهمني تفهم إنه هاي الطريقة هي اللي كانت سائدة في تخزين المعلومات وهو في نقطة مهم إنه هذا الصحن هو بلف والإبرة بتقرأ المعلومة المخزنة على سبيل المثال افرض معي إنه الملف موجود هنا فلازم تلف هذا الصحن عشان تقدر تقراها الذراع اللي فيها الإبرة أنت اكتشفت شغلة عشان أرصى لملف أنا بخزنه فلازم هاي تلف هيأخذ وقت كثير منصحك إنه حبيت تشتري الهارد ديسك اختار 7200 لفة في الدقيقة الواحدة لنحكي عن ميزات وعيوب الميزات إنه هذا النوع نخيص وحجم مساحة التخزين كبيرة يعني بتلاقي سعره معقول يمكن تلاقي مثلا 3 تيرا 40 دولار السعره جدا نخيص وحجام التخزين كثير كبيرة لكن العيوب فطيئة في الكتابة والقراءة وانت أكيد فهمت إنه عشان أوصل لمعلومة ولازم الشريط يلف لما أوصل للمعلومة بدي إياه ولازم الذراع تقرأ كل الملفات عشان توصل للنقطة أنت بدك إياه فهون أنت عندك مشكلة في الكتابة والقراءة فهون في عندنا كمان مشكلة ثانية لو أنت مثلا قلت لا ما أنا بجيب سرعة الدوران كثير عالية كلما زادت سرعة الدوران كلما زادت درجة الحرارة هتلاقي درجة الحرارة هون طعت منه عالية كمان الصوت واللي عاصر الحقبة السابقة وكان عنده بي سي فلكنت تذكر أنه كان يطلع منه صوت كثير عالي وهو كان صوت الهاردسك يعني حتى الهاردسك لو جبت سرعة عالية هيطلع منه حرارة عالية والصوت عالي وبالمناسبة هم حكي انقرض يعني الهاردسك درايف انقرض صعب جدا هسا حدا يشتري جهاز عليه هاردسك فكل هسا انتقل لفكرة جديدة وهي الـ SSD لكن هل الهاردسك لست موجودة في حياتنا في شركات أجهزتها قديمة لسا ما تغيرت موجود فيها الهاردسك أو إذا أنت عندك جهاز قديم ولسا مش محدثه فهتلاقي الهاردسك لسا موجود ولازم كما تفهم نقطة ثانية حسا انظمة التشغيل رح يكون في عندنا محاضرة نحكي فيها عن انظمة التشغيل مثال نظام ويندوز نظام ويندوز بيكون مخزن على الهاردسك فانت عشان تشغلي الجهاز هينقل معلومات من الهاردسك إلى الراب بعدين إلى البروسيسر شي يتعامل معها فاشرحناها في محاضرة البروسيسر لما يكون عندك هاردسك فانت حرفيا هيقعد تقريبا دقيقتين لثلاث دقائق لما يشتغل جهازك ومن هون هننتقل للفكرة الجديدة والثورة الجديدة وهي للس اس دي بكل بساطة هشرح لك جميع انواع الاس اس دي وشو وصلنا لسنة 2024 وكيف اختار الاس اس دي اللي بدي يا يعني اكيد انا من يوم مطالع ما رح اشتري هاردسك شو رح اشتري اس اس دي ش يعني اس اس دي اللي هي سوليد ستايت درايف هنشرح اول نوع هو الاس اس دي طايب من نوع بروتوكول ساتا هتقولي ش يعني ساتا خليك معي من اشهر انواع الاس اس دي هي من شركة كنقستون طه في شركات كثيرة زي سامسون في كثير شركات تعمل لك اس اس دي لكن كنقستون هو من الشركات الشهيرة والممتازة صراحة تعالني اعرف شو الفكرة اول اشي كم الغاء فكرة الشريط او الاسطوانة او الصحن هم التغى صراحة في عندنا شرائح زي الشرائح الموجودة في الراب اللي هي المربعة وهو ما في عندك لا ذراع ولا استوانة لف ولا اشي انت في عندك هنا شرائح تخزين السرعة زادت بشكل كبير انا اعرف الميزات والعيوب اول اشي رخيصة هي رخيصة مقارنة في الاس اس دي رح اشرح لك يوم كمان شوي متوافقة مع الاجهزة القديمة كيف يعني انت اليوم لو عندك هارد ديسك بتشيل الهارد ديسك وبتشتري الاس اس دي من نوع ساتا بركب مكاني الهارد ديسك القديم وبديش تخطيه لك انت حتنتقل لعالم جديد لمستوى جديد من السرعات ستلاقي ان الويندوز اشتغل معاك حرفيا بعشر ثواني او ثلاثين ثانية ماكسيمم نقل البيانات وقرائتها ستصير السرع من الهارد ديسك ستكون نقلة نوعية الفكرة ان الساتا هي نفس واجهة العمل الشغالة على الهارد ديسك وفي عندنا هنا في الاس اس دي اول اشي طلع عندنا هي نفس واجهة العمل اللي هي الساتا يعني بركب نفس المكان اشتغل على نفس النظام بدون مشاكل فانت تستطيع ان تشيل الهارد ديسك ونضيف الاس اس دي مكانه بدون اي مشاكل الميزة الثالثة ان هي متوفرة يعني تلاقيها في كل مكان مش انه اشي يعني صعب تلاقي لا متوفرة بكميات كثيرة العيوب الحجم الكبير ايا صديق هذا يعتبر حجمه كبير في الوقت الحالي طب ليش حجمه كبير انت عارف انه قطعها هتركب وين برافو عليك على لوحة الأوم اللي نحكي عنها احنا ماذر بورد انت عارف اذا عندك انت ماذر بورد قديمة فانت حرفين يا صديق العزيز لازم تركب هذا الاس اس دي لانه حيكون متوافق مع الهارد ديسك درايف اللي كان عند محدودية التوافق بكل بساطة انت شار اليوم جهاز جديد عليه ماذر بورد ما رح تركب ساتا ما رح يركب هذا الاس اس دي لانهما اخترعوا اس اس دي اصغر في الحجم وهم محدودية التوافق يعني اذا اشتريت ماذر بورد من الاجيال الحديثة لدي صديق العزيز ما رح يزبط معك هذا الاس اس دي سرعة الكتابة والقراءة قليلة ليه لانه ازعم واحد فيهم ما حيوصل الا ستمية ميجا بايت في الثانية الوحدة يعني شو مشتريت من الاس اس دي بروتوكول ساتا حاصل بروتوكول ساتا هاب ليواجهة العمل ما بتتعدى ستمية ميجا بايت في الثانية الوحدة من هون كما انتقل انواع اس اس دي اخرى حب يحلو مشكلة الحجم فقال لك لو انت اليوم اشتريت ماذر بورد من الجيد الحديث انت ما حتلاقي انه صار عندك الاس اس دي حجمه كبير لا حتلاقي انه الاس اس دي حجمه صغر عشان ابسط لك الفكر شايف هون الام دوتو وهو المنفذ الموجود هون نفهم حب حب الماذر بورد هي لوحة الام النسخة الجديدة بطلت يكون فيها مدخل حجمه كبير لا صار حجمه صغير هو الام دوتو الام دوتو هو يعني مدخل الذاكرة مدخل الاس اس دي خلني احكي فكرته انه المكان ما بيتركب على لوحة الام اصار حجمه صغير بطل في عندنا الحجم الكبير لكن هتقول لي هل هذا الشكل اسرع من هذا الشكل بحكي لك لا بكل بساطة الاس اس دي الحجمه كبير والاس اس دي الحجمه صغير الاثنين نفس السرعات هذا سبحان الله هاي اي اربعمية هاي اي اربعمية نفس السرعات يعني اربعمية ميجابايت في الثانية الواحدة طيب شو اللي اختلاف الحجم وغير هيك لو انت اشتريت ماذر بورد حديثة فما حتك تركب عليها هذا الشكل لازم تركب عليها اس اس دي بيكون مدخلها ام دوتو وهي مناسبة وسعرها مناسب علما انه بتكون هي اغلى شوي من هذا الحجم عشان تكون الفكرة واضحة انه هذا النوع هذا النوع الاثنين زي بعض ونافس الساتا يعني هذا البرتوكول في ساتا وهذا البرتوكول في ساتا واقصى ايش حيوصل 600 ميجابايت في الثانية الواحدة لكن الشكل اختلف عشان اذا اشتريت ماذا ربوت حديثة تقدر تركب هذا الاس اس دي من نوع ساتا عليه لانه بتعامل مع الام دوتو مرة ثانية ايش هو الام دوتو هو مكان تركيب الاس اس دي هي ها الشريحة شايف الشريح هاي هاي مكانها وهي صغيرة جدا مقارنة بالاس اس دي العادية الكبيرة علما انه الاس اس دي الكبيرة اجت هاي هدفها لتستبدل الهارد ديسك فاذا عندك انت ماذا ربوت قديمة فهتكون الاس اس دي الكبيرة هاي مناسبة طب انا وعندي مثلا ماذا ربوت قديمة هل مقدر اركب عليها الام دوتو لا مستحيل انت هتشتري الحجم الكبير متوافق مع الماذا ربوت اللي عندك لو عندك ماذا ربوت مركب عليها الام دوتو هتشتري هاي الشكل هل في فرق بين الاثنين لا نفس السرعات ومن هون طلعت انه النسخة الجديدة في الاس اس دي رح اشرح لك هي هسه هو حرفيا النسخة الجديدة اللي ظهرت من الاس اس دي اللي هي قلنحكي الجديد اللي رح تنقلنا لسرعات قوية الاس اس دي طيب ان في ام اي طب ايش هو بالاختصاب هو معناته نال فولت مماري اكس بريس ولو جايب مع امارية عمل او بروتوكول اسمه بي سي آي اكس بريس حرفيا هننتقل لأشي خرافي البي سي آي اكس بريس يتكون من ثلاث انواع ممكن يصيره اربعة اذا انت بتحضر هاو الفيديو بعالفين وامس وعشرين ستلاقي انه في عندك نسخة جديدة زي مثلا هسا احنا عندنا بي سي آي ثري بي سي آي فور بي سي آي فايف زي ما حكيت لك لو بتحضر هاو الفيديو بي سي آي فايف بيت اكيد ممكن تلاقي عندك بي سي آي سكس فعادي يعني شو الفرق بين هذون الثلاث هي سرعة القراءة والكتاب بي سي آي ثري 3500 ميجا بايت في الثانية الوحدة بي سي آي فايف 14000 ميجا بايت في الثانية الوحدة انت اكيد بلشت تقارن روتوكول ساتا كان ازعم اشي 600 ميجا بايت في الثانية الوحدة وهون انت اذا بتبني جهاز قاعد فهي الدورة بتفيدك كنا انت سعارف ان ما رح اشتري ماذوربورد تدعم ساتا قل حاشتري تدعم شو PCI فانيسأل سوا شو انا اشتري من هذول الثلاث 5 ولا 4 ولا 3 ساكون صريح معاكم ان تجربة الشخصية 3 هيكون كافي جدا حتى كنت غيمينج طيب 4 و 5 ممكن احكي لك لو انت شغال مثلا صانع افلام ترمج العاب عندك نقل بيانات كتابة وقراءة بشكل كبير فحتكون مناسبة لك سؤال ثاني لو انا اشتريت اليوم ماذوربورد فبتدعم بس PCI 3 ركز معاي هون وين بتركب الSSD شايف الشريحة هاي شايفها صح هاي M.2 صلع لك كيف صل حجمها صغير في بعض الماذوربورد بيكون فيها شريحتين حتى ثلاث هون فهمنا شغلة الذكة بعطتك محاضرة الماذوربورد شو قلتلك ما بشتري الماذوربورد الا لما اعرف القطع اللي بدي اشتريها ممكن تكون انا قطعي متوسطة يعني مواصفات عادية ليه اشتري لها ماذوربورد ابتدعم اشياء قوية وخرافية وانا مش رح استخدمها فعلى سبيل المثال انا اشتريت اليوم SSD SATA رح اشتري ماذوربورد M.2 مش رح تشتغل ندركبها لازم قبل ما اشتري ماذوربورد انا اعرف القطع اللي بدي اشتريها زي الرب الSSD حليش رح ان شاء الله كرت الشاشة هتكون ان شاء الله محاضرة قريبة الباور سبلاي انا بعطيك قاعد كل محاضرة بعطيك القديم والجديد عشان تعرف شو القطع اللي بديك تشتريها نرجع لسوق قال اليوم اشتريت ماذوربورد بدعا بي سي آي 3 واشتريت SSD M.2 شاء بتركب عليها صح هي M.2 بتركب عليها لكن البي سي آي اكسي بريس اربع هل رح تعطيني نفسي الكفاءة رح تعطيني كفاءتها الكاملة هي 7000 ميجا بايت في الثانية لا هتعطيك اقصى اشي 3500 وهون كمان فهمنا اشي عندك لازم دايما تعرف الماذوربورد شو بتدعم الماذوربورد تدعم مثلا بي سي آي 3 فانا هختار بي سي آي 3 اشتري SSD بي سي آي 3 انا شاري ماذوربورد والله 3000 دولار بتدعم بي سي آي 5 سعدت بشتري SSD بي سي آي 5 عشان استفيد من كامل امكانيات الماذوربورد كيف عرفت ان هي فور هاي بي سي آي يكسب رس فور ومن اي نسخة ال N V M E اللي هي non-valid نمري اكسب رس وركز عليها مش تشتري لساتا طبعا شاكو وصريح معك الساتا مهش فيها بي سي آي اكسب رس فور بس هاب يعني خلني حكي الاسم وهنا هس اكتشفنا شغلتين في ال SSD عندنا ساتا وعندنا NVMe اللي هي اختصار non-valid نمري اكسب رس الساتا ما بنصحك تشتريها اللي إذا كان عندك جهاز قديم ومدك تمشي حالك وخلاص يعني بتشتريها أما عندتي ماذاربورت حديثة فانت مجبر هيك هيك تشتري M.2 لكن قلتلك في M.2 مدخل M.2 ساتا شرحناها قبل شوي لكن إذا كانت الماذاربورت تدعم PCI اللي هي من نوع NVMe وساعدتها لازم تشتري هذا النوع هي حطتك سرعات فلاكية 3500 ميجا بايت في الثانية الواحد هو أقل نوع شيء كثير قوي وحينقل بيانات عندك بشكل سريع جدا أتمنى أن تكون الفكرة صارت واضح أنا بحب أشرح المواضيع بالتفصيل عشان تكون أنت مستفيد اسألني دائما في التعليقات إذا في فكرة مش واضح أو عندك أي استفسار نأتي لآخر موضوع النية External SSD إنت تستطيع أن يكون عندك SSD خارجية تنقلها معك في أي مكان بدك إياها في أنه ثلاث أنواع شان قصدني بالخارجية إنه مش بتكون داخل جهازك لا أنت بتشتري واحدة ثانية تحط فيها المعلومات بدك إياها وبتقدر تخليها في الشنطة أو في جيبك هي SSD صغيرة جدا هسنا حتعرف عليها أول نوع اللي هو SSD Type من SATA اللي هو بروتوكول SATA هاي القطع عندي إياها وجربتها كثير هي بابة تكون USB تطع مربعة إنت بتضيف بداخلها الهاردسك طعوه إذا استخدمت SSD SATA فنتعرف أنه أقصى حد راح توصل 600 ميجا بايت في الثانية الواحدة هتقول طب بدي أستخدم أنا SSD اللي هو NVMe هي Non-Valid Memory Express نفس الفكرة لكن لل M.2 فالممكن أشتري شريحة يبتدع بM.2 هتكون أفضل وسرعاتها طبعا عالية هتوصل لـ 14 ألف ميجا بايت في الثانية الواحدة إذا أنت اخترت مثلا PCI5 ومكان تخزينها كثير كمان صغير مش كبيرة زي السات لكن بي طريقة ثالثة وهي أنا أشوفها أفضل نوع الطريقة الثالثة وهي الطريقة الأفضل إنه في أن SSD Type بيكون عبارة عن USB أو Type-C في عندنا هون Sun Disk في عندنا هون Gengistro طبعا هتقول لي إيش يعني USB وType-C هوا مدخل USB هوا مدخل Type-C المحاضرة القادمة هتكون بعنوان منافذ الحاسوب رح أشرح لك كل المنافذ مش منطق تكون أنت مثلا دارس IT ومش عارف شو هي المنافذ بتستخدمها بشكل يومي خلني شرح هدول الاثنين هدول الاثنين أحجمهم صغيرة أنا لكن قسطن شاريه حجمه ما بتعدى طول الأصبع وعرضه ما بتعدى عرض أسبوعين فحرفيا بقدر أحطه بجيبتي وانتقل فيه لأي مكان بدية تصل سرعته إلى 2000 بيجا بايت ثانيا واحدة والسعة على حسب البجت الانتحاط وممكن تلاقي وان تيرا خمسة تيرا ثلاثة تيرا على حسب البجت الانتحاط والسندسك أيضا جربته كثير ممتع طبعا فيه كثير أشكال من شركات زي سامسونج لكن الفكرة أنه هون أنت ما بتشتري SSD تضيفه داخل القطعة هاي لا هو خلاص مدمج وهذه الطريقة شايفها الأفضل صراحة طب هس هتنتبه هون أنه فيه شركات تعطيك USB يعني مخرج بيكون من هنا USB فيه شركات تعطيك Type-C هتنتبه أنه Type-C هتلاقي سرعات النقل عالية فمثلا أنا عندي كنغستون مخرج USB سرعته بتوصل 1000 ميجا بايت في الثانية الواحدة عندي كنغستون ثاني مخرجه Type-C بتوصل الضعف 2000 ميجا بايت في الثانية الواحدة في المحاضرة القادمة هتكتشف ليش Type-C هو أسرع في مراحل من USB أتمنى أنه كنت وفقت بشرح معلومات هاي المحاضرة وكون فتك أنك تختار SSD المناسب لإحتياجاتك زي ما حكينا الهارد ديسك مع السلامة فهنحكون تركيزنا كله على الـ SSD كالعادة لا تستحطيننا لايك تدعمنا في مشاركة المحتوى مع زملائك ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم ألف عافية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر